مفيش بقا احكي ليك قصة صغيرة كده اموت في القصص احكي بنت بابا متوفي بقلو ثلاث سنين فكانت تعبانة جدا وقصرت فيها ومش قادرة تموفون مش قادرة تنسى تعبانة ومرهق يعني تعبانة جدا فقلت لها انا تعبك ده وجعني جدا تنصحيني باي لما موت بنتي ما تتوجعش زيك يا راحي قالتلي ما تعودهمش عليك وشايلهم مسئولية لان ابويا ما خلنيش اتحملت اي مسئولية دي عندها كم سنة تسعتاشر سنة اه تسعتاشر سنة ابويا اعتمدت عليه في كل حاجة فلما مات هي اللي كان بيعمل كل حاجة انا مش عارف عيش صح فهل احنا النهار زي الزوجة اللي ما بتتحملش مسئولية جزها اللي بيعمل كل حاجة فلما بتتطلق ولا حاجة بتحس ان هي واحدة في الدنيا بقى خاص مرمطة حل طيب على فكرة اللي ما حملتهش المسئولية ده اللي احنا طلعين النهارده بنلومه كزوج اه انه مش شايل مسئولية ما بيعملش حاجة موضعه على فكرة كان ابن اه تربية بقى طبعا والبنت اللي ما بتعملش حاجة وجوزها بيشتكي منها وان هي فشلة وا 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 يا جاب نين ما ميتها بقى ما ميتها اللي ما ربيتها فالأساس هنا دي نتيك تو فالنهارده ما تزعلوش لما يكون حالات الطلاق اللي كترت بسبب عدم تحمل المسئولية لانه محدش المسئولية فما تزعلوش النهارده لما يجيلي النهارده كتير جدا نمازج جوزي ما مش متحمل المسئولية ببيته طب التست ده معاني ده مش موضوع حلقتنا هنعملها الحلقة تانية ان شاء الله بس التست سريع كده عارف انت دقيقة طب وانا عرف ازاي دلوقتي وانا بجوز بنتي او انا دلوقتي بنوتا وبتجوز بتخطب اعرف ازاي ان الراجل ده امه بمربيه كويس ولا لا شاي المسئولية ولا لا بصي في حاجات هتتعارف في العشرة كراجل بقى يعني كراجل كاستشاري طبعا انا هقولك انا لما جالي عريس لبنتي انا قلت له تروح تتعلم وتدرسه انتو الاتنين يعني ايه جواز يعني ايه مسئولية اتعلمه انا عشان ربي انا راح تتعلمت هيقولك يعني اروح اخي كورس يعني عشان اكتجوز بنتك اه طبعا وراح خد الكورس اه طبعا ومشيين في الاجراءات لسه يعني احنا في البروسيس دي اه لسه طب هو مش عقد الجواز الجديد دلوقتي عملون لازم ياخدوا كورس ده لسه قوانين اه ده لسه ده مشروع قانون يعني اه اه بس ده مهم جدا بيتدرس دلوقتي اه بيتدرس في مجلس الشعب المفروض انا 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 من الناس اللي تعلمت في مجتمع اسمه العالم يحتاج الاب دي منظمة العالم يحتاج الاب دي من دمن الحاجات ان انا تعلمت منه اه ففي العالم يحتاج الاب بعتين لمجلس الوزراء ان احنا يبقى عندنا قانون المأزون ما يوافقش الا بشهادة اتنين نجحه وفهمه يعني ايه جواز يعني ايه جواز صح كده على قل اول سنة بيبقى فيها مشاكل تاني سنة بيبقى فيها ايه تالت سنة بتتعرض لايه يعني ايه اب يعني ايه دورك احنا وحدش علمنا ادوار ما هو القانون الجديد للزواج فيه كده ان لازم ياخد التجربة دي انه يروح ياخد الكورس ده او الدراسة دي مدة معينة هو وهي برضو بالزبط عشان مش هيتجوزوا غير لما يعرفوا يعني ايه مسئولية بيت ده طبعا غير تحليل اللي هي الامراض الوراثية والكشف على المخدرات والحاجات دي كلها والله انا كل ما القوانين بتتقل انا بنبسط ليه لان انا بنبسط دلوقتي لما تقل عليه المسئولية انه ما يتجوز كده سهل ولا انه يتجوز ويجيب عائل واتنين ويرمي العيال في الشهر ما هو بص هنا يعني معلش حاجة مهمة كل وليه امر النهاردة لو انت النهاردة دورك مش ان انت تجيب لها شقة وبيت كل ده الكلام على فكرة بعد شوية كده لقدر الله وهي بتمفصل كل ده ما نفعش ما نفعش وما خدتش حياة اللي قاعد معها هو الزوج اللي احنا وفقنا عليه فدورنا النهاردة ولادنا مسئوليتنا من ضمن ادوارنا اللي اختيار في شريك الحياة اختيار شريك الحياة اعلم بنتي تختار ازاي افهم بنتي تعمل ايه في الاختيار ده دوري ايوا بصراحة يعني يعني بصراحة يعني لما الام تبقى عندها خلل في الحتة دي نهاية ربي بنتها على الاعتمادية ولا يهمك والبنت تبقى بتتجوز وممكن ساعات بتبقى الراجل كويس وشال المسئولية كل حاجة بس هي اللي مش كويس يعني هي اللي طالع من بيت الدلع عارف يقولك الدلع المرق بتاعنا كمصرين دلع مرق يعني انا بشوف جوازات بتفشل مش كل رجال يا جماعة فيه رجالة محترمة جدا وشال المسئولية جدا وشقي على بال معامل بيت وابتدى يبني بيت لكن بيلاقي ست تفهة مش متعودة على المسئولية ولا عارفة تطبخ ولا عارفة تربي ولاد يعني فيه ده وفيه ده على فترة شايفاء جاية منين؟ من الام اللي دلعتها دلع غريب ده اللي احنا جايين بنقوله النهار ده في موضوع التربية التربية قبل ما بنربيهم احنا محتاجين نترب وعايز اقول حاج مش البنات بس اللي تبقى مسكة ان الراجل يروح ياخد الدراسة دي او الكورس ده بتاع الجواز اللي هو دلوقتي التشريعات الجديدة انت كراجل اول مرة بقى اكلم الراجل نهار ده في برنامج انت كراجل اوعى تضحي ان هي تاخد الدراسة دي وتدخل وتدرس وتعرف يعني ايه بيته مسئولية انا بقولك انا ايمانة هست بقولك ما تضحيش بحقك لازم خطبتك ولا العروسة اللي انت رايح تتجاوزها مدام قررتوا الجواز لازم تروح معاها وتشوف بتروح تحضر الكورسات دي ولا لا وفاهم يعني ايه مسئولية بيت ولا لا مسئولية مسهلة عشان ما تبقاش انت شقيان وعمل كل اللي عليك وبشايل المسئولية ومتجاوز واحدة تفهى وكل حياة عايزة تخرج وتلبس وعال سوشال ميديا وصحبتي جابت كلب ما عارفش سمته ايه وانا عايز اركب المركبة ايه في البحر زي فلانا يعني لأ انت تمسك بحقك كراجل لان الجواز مسهلة دلوقتي مسئولية صعبة